من الناس يقول في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ وَهَرَكَ فَاسْمَعْ وَآطِعْ نعم فيظن أن هذا فيه أخذ مالك بالحرام وهذا تفسير غريب جدا لم يقل به أحد ولا يمكن أن يحمل عليه النص النبوي الله أكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول لك اسمع وآطع وإن اغتصب زوجك نعم ووجد من حتى اغتصب زوجك هذا نعم فهذا لا يمكن أن يقول به أحد وأيضا ابن حزم ذكر في شرح هذا الحديث أمرا عجيبا نعم قال يقال لمن رأى أن ذلك في الحرام قال له طيب وإن اغتصب أهلك نعم فإن قال لا لا أقبل ذلك يقال له من فرق بين أهلك وبين غيرها من سائر النساء المسلمين الله أكبر هل لها حصانة دون غيرها صحيح نعم فلذلك المقصود إن أخذ مالك بحق نعم وجلد ظهرك بحق نعم لكن لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخذ مالك بغير حق وجلد ظهرك بغير حق يعني يدعوك إلى الزل وهو الذي دعاك إلى قال المقتول دون ماله شهيد والمقتول دون أهله شهيد والمقتول دون عرضه شهيد نعم والمقتول دون دينه شهيد نعم